يشهد اليوم الثاني من الجولة السابعة والعشرين للدور الإنجليزي الممتاز مواجهتين مهمتين في صراع الصدارة بالمراكز الأربعة الأولى أرسنل المتصدر يحل ضيفاً على فولهام على ملعب كرافين كوتج ويحمل الجانرز في رصيده 63 نقطة جمعها من الفوز في 20 مباراة والتعادل في ثلاث مباريات والخسارة في مثلهم بينما يأتي فولهام في المركز الثامن برصيد 39 نقطة وقبل لقاء فولهام تعادل الفريق اللندني مع سبورت انجليش بورن البرتغالي 2-2 في ذهاب دور 16 للدور الأوروبي وانتهى لقاء الدور الأول بين الفريقين على ملعب الإمارات بفوز الأرسنل بهدفين مقابل هدف وعلى ملعب أولد ترافورد يسعى منشستر يونيتد لمصالحة جماهيره صلحاً حقيقياً عندما يلتقي ساوث هامتون بعد الخسارة بسباعية أمام ليفربول في الجولة الماضية من الدور الإنجليزي الممتاز ألمانيو تحت قيادة المدرب الهولندي إيريك تينهاغ حقق فوزاً معنوياً قبل لقاء بالاس بالتغلب على ريال بيتس بأربعة أهداف مقابل هدف بذهاب ثمن نهائي اليوروبا ليج ويحتل المان يونيتد المركز الثالث برصيد 49 نقطة جمعها من الفوز في 15 مباراة والتعادل في أربع مباريات بينما خسر في ست مواجهات أما ساوث هامتون فيتذيل الترتيب برصيد 21 يذكر أن لقاء الدور الأول انتهى على ملعب ساوث هامتون بفوز منشستر يونيتد بهدف دون رد